نتعلم اليوم طريق الاستفادة من أوراق شجر التين في عمل كريم ملكي رائع جدا للبشرة مغذي ومفيد جدا أوراق التين تعمل على تفتيح البقعة الداكنة وتغير لون البشرة إلى اللون الحقيقي تحسن مظهر لون الجلد غير متكافئ وبتساعد على حماية البشرة من العوائم البيئية أيضا ترطب وتغذي البشرة وتؤلب بشرة جميلة المكون الثاني هو بذور التين الشوكي اللي بتكتسب أهمية كبيرة كمرطبة ومهدئة مشتقة من صبار التين الشوكي بتكتسب زخم سريع في عالم العناية بالبشرة ولسبب وجيه بيستخدموا الزيت بذور التين الشوكي اللطيف للشفاء والحماية في وقت واحد ومنذ عدة قرون الآن نقوم بالطحن بذور التين الشوكي ولنحصل على بذور ناعمة جدا مطحونة بشكل ممتاز جدا نحتاج أيضا إلى الحليب الحليب من أكثر المغذيات أمانا للبشرة ويستخدم منذ ألوف السنين للبشرة خصوصا إذا كان الحليب عضوي وطبيعي ومن أبقار أو حيوانات نظيفة ويكون الحليب عضوي من القرية أو من الجبال نسكب الحليب في الوعاء ونضعه على الموقد كما تشاهدون بدأنا بسكب الحليب في الوعاء ونضع كمية يعني ما يعادل تقريبا نصف كوب من الحليب العضوي الطازج ويكون أفضل من الحليب البودرة أو الحليب المجفف فدائما نحن نبحث عن المصادر الطبيعية للحليب بحيث نستفيد منها أكبر قدر منك فهي مفيدة جدا للجلد والبشرة وترطب البشرة وتدعم البروبوتيك في الجلد بشكل ممتاز جدا نترك الحليب على الموقد ثم نضيف عليه المكونات التي استعرضناها في الفيديو وهي أوراق شجر التين وبذور التين الشوكي أي بذور الصبار التي قمنا بطحنها طبعا نقطع ورق التوت قطع صغيرة ويفضل أن يكون طازج أوراق شجر التوت الطازجة فإذا تعذر ذلك يمكننا استخدام ورق التوت أو ورق التين المجفف شاهدوا معي في الفيديو وطحننا بذور التين الشوكي ووضعنا ما يعادل ملعقتين على نصف الكوب ملعقتين كبيرتين على نصف كوب من الحليب العضوي الطازج ثم نقطع ورق التين ونضعه على ورق شجر التين نضعه على الحليب ونمزجه مع بذور التين الشوكي تتابعون في الفيديو خطوات العمل بدقة وبسهولة وبطريقة واضحة تماما نقوم الآن بغلي المكونات على نار هادئة ريثما يسخن الحليب وتمتزج المكونات بشكل ممتاز حقيقة من الأشياء الرائعة جدا استثمار الأشياء في الطبيعة من أجل الشفاء والجمال أوراق التين تعمل على تفتيح البقعة الداكنة وتغير لون البشرة إلى اللون الحقيقي تحسن مظهر لون البشرة غير متكافئة تساعد على حماية البشرة من العوامل البيئة وترطب وتغذي البشرة أوراق التين شجر التين أوراق شجر التين تؤلف بشرة جميلة ومشرقة ومتواهجة كما يفعل مستخلص أوراق التين كل ذلك كيف يفعل ذلك؟ في خلايانا يكون الأنزيم النشط المسمى التيروزيناز مسؤول عن إنتاج الميلانين المعروف بسبب التصبق في أجسامنا ورق التين هذا يبطئ بل يمنع إنتاجها هذا الأنزيم من إنتاج الميلانين لذلك ورق التين يمنع بشكل فعال جدا النمش والكلف والتصبغات ويعالجها بشكل ممتاز جدا مستخلص أوراق التين عنصر مغذي جدا مليئ بالفيتامينات مضادات الأكسد يقوّل حاجز الطبيعي للبشرة لحمايتها من الأشعة فوق قلب نفسي ويساعد أيضا في تقليل ضرر الجذور الحرة للجلد من المعروف أنه ضرر الجذور الحرة بيسبب تسارع الشيخوخة فورق التين بيعكس الشيخوخة بشكل ممتاز بيعمل على منع فقدان مرونة الجلد بيمنع ظهور الخطوط والدقيقة والتجاعيد ومع ذلك بتعمل مضادات الأكسد أيضا بشكل أفضل عندما نأكلها فيمكن شرب شاي ورق التين وأيضا استخدامه للبشرة بنفس الوقت فهو رائح جدا ويكون أفضل نتابع غلي المكونات حتى تسخن قليلا وتتمازج بشكل ممتاز وكما تشاهدون في الفيديو نحن نقوم بالشرح خطوة بخطوة وبالطريقة سهلة وواضحة جدا نحن مستمرين بوضع فيديوهات مفيدة تدعم جمالك وتدعم صحتك وتدعم الشفاء وتدعم بشرتك بشكل ممتاز جدا وتدعم شعرك وتدعم كل شيء الآن نضع المكونات في النافذة لتبرد قليلا يعني بحيث تصير يعني بدرجة حرارة 38 درجة مئوية تقريبا نتركها في النافذة تبرد نقوم بتغطيتها من الغبار والحشرات ونتركها تبرد قليلا حتى تبقى درجة الحرارة تقريبا 37 أو 38 درجة أي بحرارة الغرفة الآن أتيت بالمكونات بعد أن بردت قليلا وقمت بتغطيتها بعد تغطيتها أقوم بوضع غطاء صوفي لهذه المكونات تتحول إلى زبادي لطيف وتصير أكثر سماكة لتتجمع المكونات الدهنية اللطيفة في الحليب وأستفيد منها لبشركي بشكل ممتاز كما تشاهدين في الفيديو الآن في اليوم التالي في اليوم التالي أقوم بأخذ نتركها يوم كامل مغطى بغطاء صوفي في اليوم الثاني أقوم بنزع الأوراق التين شجر التين من المكونات وأزيلها وأنزعها جانبا أزيلها وأضعها جانبا كما تشاهدون في الفيديو الآن في الفيديو تشاهدون أنني أخذت أوراق التين ولم يعد هناك حاجة لها لأنني استفدت من مكوناتها ومن عصارتها بشكل ممتاز الأقوم بأقوم الآن بوضع المكونات في وعاء نظيف وسأتوجه إلى الثلاجة ووضعها في الثلاجة لتكون جاهزة للاستخدام زائد ستكسب سماكة أكثر وتصير كالزبادي تماما تماما الآن شكلها قريب من الزبادي ولكن بعد وضعها في الثلاجة ستصير رائب رائب لبن رائب جميل جدا ومغذي تماما للبشرة انظروا إلى المكونات وشكلها كيف صار إنها كريمية حليبية جميل جدا أضعها في الثلاجة كما تشاهدين ابنتي العزيزة أختي الكريمة سيدتي الفاضلة وضعتها في الثلاجة جاهزة للاستخدام الآن يمكنني بأي وقت استخدام هذا المزيج للبشرة فهو مفيد جدا ويدعم جمال البشرة بشكل ممتاز جدا بذور التين الشوكي فيها ثلاث مرات فيتامين أكثر من زيت الأرقان فيها حمض اللوليليك فيها مغذيات جدا للبشرة تدعم جمالك بشكل كبير جدا وتحيد الالتهابات وتدعم الكولاجين بشكل ممتاز جدا اشترك وشارك الفيديو ترجمة نانسي قنقر